السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ تيما فيديو جديد ووصفات اللي هي جديدة سهلة سريعة وفي المتناول غاد نحضر مع بعض حلوة محبوبة الجماهير غاد نديرها معكم بنكهة وبمقادر اللي هي مختلفة بدون زبدة وكتجي رائعة بزاف كتدوب في الفم معنى الكلمة وهشيشة هندير معكم ايضا للعشاء او القوتي فطائر بدون فرن كتجي مقرمشة وكتجي لديدة بزاف بحشوة اللي هي بسيطة وايضا نديرو كيكا او لطورة اللي هي بردة بتعم تشيز كيك وغادي نديروها بدون فرن بدون كريمة سائلة بدون فلون ولا شانتي فابقوا معي حتى الاخر الفيديو باش تكتشفوا كل هات الوصفات كيف العادمة بخلوص عليا بتعليقاتكم اللي كتفرحني بزاف ولايكاتكم اللي ماقدرش خليلي يتعليق خليوة لوغر النقطة باش تشجعوني وايضا تفصلوا فيديو الباقي المشاركات وصراحة ان تعليقات ديلكم كتفرحني وكتحفزني بزاف وايضا إلا كانت أول مشاهدة لكم الف الف مرحبا بكم ضغطوا زر الشراك وفعلوا الجرس باش تنضموا العائلة القناة فكم ذو بسم الله كيشتوا معي درت كأس ديال السكر مايو عاديل 150 جرام ديال السكر سنيدة حكيت عليهم هنا يا ممكن دير بورتوكالة ولماندارين اللي عندكم في الدار غادي نضيف عليهم من بعد ثلاثة الحبات ديال البيض بالنسبة لهذا الحلوة هادي فغادي نديرها معاكم بدون زبدة نوزولا عن طلب الأخوات اللي بغواصفها بدون زبدة من الأفضل البيض اللي غا تخدموا به يكون من الحجم الكبير إلا كان عندكم البيض صغير ديروا ربعة من بعد غادي نضيفوا كيس ديال السكر فاني وغادي نضيفوا أيضا معاها قريصة ديال الملح غادي نحركوا هاد المكونات مع بعدياتهم مش يحتد الدب سنيدة غير نحركوا مزيان الناس اللي كيبغوا الحلوة جيبينة بزاف في الحلوة فاضيفوا واحد نصف كأس ثاني أنا بالنسبة لي حيث غادي نضيفوا عليها مسائل أخرى في الأخير فاكتفيت بهذاك الكاس ضفت هنا يا كاس ديال الزيت اللي يكون ممتلئ يعني نفس الكاس اللي ها تقيسوا به السكر تقيسوا به الزيت أنا عبرت بكاس ديال العنبل لقياس دياله ميتين ميليليليتر غادي نمزج هاد الكاس ديال الزيت مزيان مع المكونات وغادي نضيف نصف كأس من عصير البرتقال هاديك الماندارينة اللي هي تبارك الله كبيرة في اللول حكيت القشرة ديالها وعصرتها تعطي هاد نصف كأس غادي نمزج ها مزيان هادك العصير مع المكونات الأولى من بعد غادي نضيف واحد كيمية من دقيق تقريبا واحد كاس في الأول وغادي نضيفوا عليه كيس ونصف من خميرة الحلويات ما يعادل تقريبا واحد عشرة جرام دير الخميرة الحلوة وغادي نمشي هاد الخميرة مع الدقيق في الخاليط كامل الخاليط خاص يكون سائل ونمزجوه مزيان بجيلان حلوة كلها من فوخة حلف حال يعني نمشيو الخميرة في الخاليط كامل من بعد غادي نمزجوه بالدقيق حتى يقرب للخاليط يتجمع نينا يعني حتى يقرب يولي الخاليط المنمز دياله نفحل لعجيلان ديال السابلي غادي نضيفوا الدقيق بتدريج وحنا كنجمعه طبعا غادي نعطيكو من كيمية ولكن كنأكد على تدريج حيث الحلوة إلا ضفتو لها دقيق بزاف تقدرو تتيبسوها وجيكم قاسحة يعني تجيكم كتفرسة بعدها صعبة في التشكيل وأيضا ما تطيبوها كجيابسة كجيش هشيشة نيكي قرب الخاليط تجمع غادي نضيف واحد الكأس ديال شوكولا هاده كيبقى ختياري يعني ما تضيفوش في الأول وما كنضيفوش في الأول كيف كتليكم لأن الخاليط كيكون سائل إلا ضفناه غادي غادي لولينا اللون ديال الخاليط غايجي غادي للسواد هنا يجمعت الخاليط حصلت عليها بات الشكل هذا دخلت فيه تقريبا 550 جرام ديال الدقيق ولكن الكيميارة كتخصية على حسب الحجم ديال البيض و النوعية ديال الدقيق كنشكل كورايات بالحجم اللي كتفضله ولكن ديروا بعين الاعتبار أنهم غايدتضعفو الحجم ديالهم أنا ما غاديش اللاصقهم يعني بالشكل العادي ديال الريش بوند ما غاديش اللاصقهم لدى اللي كدرشهم بحجم اللي هو متوسط مني غايدخلو الفران غايزيدو الضعفو لأن فيهم كيس ونصف من خاميرات الحلويات في الوقت اللي أنا كنت كان حدر درت الفران يسخن نسبة الفران ديال الاتيماد فأنا ما كيسخنش لي بالزربة و كنت نسيتو فدرتو على ميتين وعشرة هكاك دراجة درت الأعلى والأسفل وخدمت المرواحة باش يسخلي يعني في درف ديك خمسة دقايق ستدقايق من بعد إبني غادي ندخلها غادي نطفل مرواحة نخلي عليها غير الأسفل ونديرها على ميو سين دراجة حتى تجي فيها لها بعد باش كنا نشعل على الأعلى تحمر ونخرجوها ما نطولوش لها بزيف باش متيبشش لينا من بعد أنا الحلوة كالطيب كندوز هنا نحضر العجين ديال الفطائر عندي ربعة كوس ونصف من دقيق الأبيض ضفت عليهم ملعقة صغيرة من خميرات الخبز ملعقة صغيرة من السكر سنيدة عندي أيضا ملعقة صغيرة ممزوجة ما بين زعتر وما بين توم بودرة وهدو كيبقوا اختياريين غير باش كنكو العجين وضفت ملعقة صغيرة من الملح وغادي نضاف هنا يغن جمع العجين بالحليب ممكن جمعوه بالماء غير الحليب كجي هدو الفطائر ألد ضفت كأس أول لي الحليب ليكون دافئ ضفت عليها أيضا ربع كأس من الزيت وكرمقا كنجمع العجينة غير باليد ما غاديش نحتاجو أن ننضلكوها غير نمزجو المكونات وضيفو دائما الحليب بالتدريج ما نضيفوش مثلا الكأس اللي ولدفناه كامل ولكن الثاني عمقا نضيفو فيه بتدريج حتى نحصلو على عجين لي كتجي طريا وما كتلتسقش في اليدين بهذا الشكل هذا من بعد ما نحصلو على بات الشكل كنا نديروها في شي إيناء أو لف نفس الإيناء ونقطعو عليها ونخليوها تختامر غير شوية ما نحتاجوش أنها تختامر بزاف الوقت اللي غادي نحضرو حناي الحشوة نسبة الحشوة أنا فضرت هنا زيت زيتون ضفت على هنا البودرة ديال توم اللي ممكن تعودها بتوم الطريق وغادي نضيف الفلفل الألوان مع الباصل لمقطعين المكعبات اللي هي صغيرة كنضيف الملح كنضيف نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود اللي هو اللي بزار ضفت هنا يا ورقة ديال الرند أو لورقة ديال سيدنا موسا وغادي نحرك على نار اللي هي متوسطة حتى كيولي لدك اللون ديال الباصل شفاف وكيدخلو الطيب ممكن أنكم تغطو عليها وتخليو هاداك الخالي تعراق على باش من بعد ديك الساعة كتعروع عليه كتلقاوه نضج بسرعة أنا بقيت عفوا نفس حريك لي هو مستمر من بعد غادي نضيف اللحم المفروم ممكن نضيفوا الطون اضيفوا صدر ديالدجاج اضيفوا اللي متوفر ليكم غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر وملعقة صغيرة من الكمون غادي نضيف ملعقتين اللي هم مكبار من البقدونيس اللي يكون مقطع للمك يعني مقطع رقيق غادي نبقا كنفرست في هاداك الكفتة مع التوابل حتى كنحس بها بدات كتشرب بدأ كيدخلها الطياب واتشرب التوابل غادي نضيف معلقة ديال سالسة ديال الطماطم او لسالسة ديال كيتشوب من الافضل اللي اللي عندكم كتجي افضل ونبقا كنحرك حتى كتب ليديك الكفتة كتب نفرتها كيدخلها الطياب وما يبقاش عندي المفل حشوة باش ما يخسر شي العجين هنخلي الحشوة جانبين تبرد وايضا العجينة كتخمر ونضوزوا مع بعض نحضروا التورطة باش يلا تشتلينا فتلاجة يعني حاولت نعطيكم مراحل كيف مدرشو معنا هنيا بالنسبة للتورطة ممكن طبعا اللي بغي يبدأ بها في الأول يبدأ بها انا درت هنيا ميتين جرام ديال البيسكويت ديال اوريو ممكن تديروا البديل ديال اوريو اللي اسبق لي ودرت معاكم به تورطة ايضا حتى هو كيجيب الديد غير كيجي اختلاف في الطعام غادي نضاف عليهم هنيا بعد ما هشمتهم غير بالكاس ممكن تديروا ايضا طحانة هنضاف عليهم ثلاثة حتى لاربعات المعالقة ديال الزبدة على حسب الكمية مهم غير يبدأ الخالط ديالنا كيتجمع انا درت تقريبا ثلاثة ديال المعالق ليهم اكبر نمزجهم مع هذك الخالط الاول ونفرغ الكل في قالب اللي درت ليه من الاسفل ديال واحد ايطار كارتوني باش يسهل علي نحيدها ونوضعها في الطبق ديال التقديم ممكن طبعا ديروا غير بلاسيكة في هذك الاطار او لا تقدموها فيه هو نيت نحاول مني نفرغ الكيمية ديال هذك البيسكويت نساويها هكب الظهر ديال الملعقة ونمشيها على الاطار كامل نمشيها علي غادي نوضعها في المجمد باش تماسكلينا مزيان ونضزوا معا بعد نحضر الطبقة ديال الكريمة بنسبه للكريمة فغادي ندير في الاول 800 ميلي لتر من الحليب يعني كاز اس ايطرو ديال الحليب نقس منه واحد كاز تقريبا ديال العنبة غادي نضاف عليهم اربعات المعالق ديال انشال يكونوا معمرا للمزيان يعني ماشيش كون غير ممسوحة تكون معمرا إلا درشوها ممسوحة قصكم ديرو خمسة ديال معالق غادي نضاف السكر على حسب الضوء انا درش خمسة ديال معالق ديال السكر وغادي نضاف ايضا في هاد المرحلة هادي جوج علاب ديال اليوغ طبيعي بدون سكر إلا عندكم هادك اليوغ ديال الجبن ضيفو هادك يجي افضل ما عندكم شفا ديرو في حالي انا ديرو هاك اليوغ طبيعي بدون سكر او لو ممكن تعودوها بمئتين ميلي لتر ديال الكريمة السائلة كنحرك هاد المكونات جيدا حتى كيتحركوا ليما بعدياتهم على البارد من بعد غادي نوضعهم على النار ونبقى في تحريك مستمر حتى ديال الكريمة كتعقاد النار طبعا لي تكون متوسطة ما نديروش عاوثاني نار مهيلة باش ما نتعطلوش فيها وما نديروش مجهده باش ما تحرقش لينا مني كتتنضج لي الكريمة وكتعقاد غادي ندوز هنا نضاف ليها باش عطينا هادك الطعم ديال شيز كيك غادي نضاف جوج قطاع ديال الجبن ممكن اضافه اكتر ونحركهم في الحرارة ديال هادك الخاليط يعني انا عندي العافية تما بحش معه من بعد كنحيدها من على النار وكنضاف هنا تسعود ديال القطاع ديال شوكولا غالا وغادي نحركهم حتى يدبوليه في الحرارة ديال الخاليط بس جينا الكريمة بنينة وكيجي لما دق ديالها رائع في الاخير ضفت له هنا بعض القطاع ديال الأوريو اللي هما مقطعين غادي نمزجهم على الخاليط ونسكب الكل في القالب كيف كتليكم هادك الطرطة هادي ممكن تديروها بشكل يعني بالبديل ديال الأوريو حتى هو كيجي لديد غادي نفرغ الكل ونوضع مبعد ما يحيد لي ذاك البخار اللي كيكون متساعد نوضعها في تلاجة ونخليها حتى التماسك ليا هي من الأفضل تبقى واحد ساعتين في تلاجة باش تماسك مزيان طبقات ونساجموه هنا يكارجعوا العجين اللي كيكون ختامر قليلا غادي نمت برد لنا الحشوة غادي ناخدوه غادي ننفق قليلا غازي ونخرجوا منه ذاك الغاز اللي كيكون فيه ونقسموه الأجزاء اللي نحاولو انها تكون متساوية من بعد ما نقطعوه الأجزاء اللي هي متساوية نحاول كل جزء نشكلو على شكل كويرة وممكن انكم تزنوهم باش يجوكم قياس واحد او لديرو عينكم يزانكم كيف ما درج انا وكي بكتليكم ما غادي نقصوه فيهم حتى تبرد لنا الحشوة من بعد في هذا الوقت هذا منشكلوهم غا نقطعو عليهم بواحد من دير وندو زول تشكيل او الكورة هندير معاكم هنيا بعد ما شكل شو ما ندير معاكم بشكل دير وغادي نديرها معاكم يعني حتى بكورايات اللي هي مختلفة يعني ممكن تشكلوهم كاملين بطلقة وحدها نعطيكم الطريقة هنيا كنطلق او الكورة كنحاول انني نطلقها بشكل هو طولي من بعد ما كنطلقها بشكل هو طولي فكنوضع فيها الحشوة نحاول اننا من ندير الحشوة الجوانب باش تسدلينا هذيك القطعة إلا مشتفاء الحشوة في الجوانب ما غاديش تسد ندير واحد الكيمية من الحشو في الواسط من بعد كان نجيب القليل من الماء عفوا غادي نجيب في الاول الجبن ديوش علي يا ربنتي تلفاتني محيحة بغاني نهزة ما بغا تسلم عليكم مصافي يراكم سمعتواها ما بغا نيادرت الجبن ومن بعد خديت القليل من الماء سوف نسد عليهم بهذه الطريقة بفعل هذا الماء غير واحد المسحة لا نكتره الماء بفعل هذا الماء سوف نسد عليهم سوف نوضع هذه القطعة جانبا ولكن نوضعها و نرشو لها دقيق من الأسفل لكي لا تلتسق لنا و ننشكل أكثر من قطعة حاولت أن نطلق الكوريات العجين بشكل طولي و نضعهم جانبا نكمل القطعة كاملة و نأخذ الحشو و نقوم بشكل طولي و نحاول أن نقوم بأي نوع من الفطائر نضع الحشوة في الجوانب لا تريد أن تسدلينا نضع كمية من الحشوة و نضع الجبن الجبن يكون غير اختياري و يمكن أن نضع الجبن الكريمي و يمكن أن نضع الجبن و نضع الجبن و نضع الجناب كامل و نضع القطعة بالماء و نبدأ أن نسدهم كما نسدينا القطعة الأولى بفعل ما حيث نكون هذه القطعة رشينها بالطقيق و يمكن أن نسد تحلينا و يبدو أن نستحليه كما نصد و نكمل بنفس الطريقة و ممكن أن تحلموا دقائق أكثر لا يحتاجون لهم يخمرون مباشرة ممكن نجمدهم في المجمد و الوقت اللي تبغير تخرجوهم و تديروهم المسألة اللي غن ديرو دابا او لطيبهم مباشرة انا درتهم في المجمد حتى الوقت اللي بغيت نقدم يعني الاطباق كاملة عد بشخرجتهم ندوزهم هنا في البيض اللي عندهم مطرب مع الملح و ندوزهم في الاشافلوغ او للخبز محمص اللي كي تبع جاهز تبع جاهز عند عطر او لاتخذ غير بابا دي الخبز و تبسوا و تبسوا و تبسوا و تبسوا من بعد نأخذ زيت في مقلات نسخنوا على نار اللي هي متوسطة و نبدأ نوضع هذه القطع بالشكل هذا نوضعهم و نصنعهم حتى يتذهب لهم اللون دي لهم من الأسفل و نقلبوهم و الناس اللي بغوا يطيبوهم في الفرن فممكن انكم تدهنهم شوية بالزيت و تدخلهم الفران يطيبوا المقلات تجي افضل و تدوم اكتر و نكمل انا بنفس طريقة من بعد نجو هنا الحلوة دي ريش بوندو و نأخذ هنا كأس و نصف من عصر البرتوقال و نضيف عليه كأس ممتلئ من المربة السائلة و نضيفهم على النار حتى تغلالي هذيك الكريمة غير كتجي فيها الغلية كنتفعلها و نضيفه و نضيفها و نضيفه و نضيفه و اصدر لنا و نضيفه و نضيفه و نضيفه يجب عليها الحلاء في الأسفل يجب عليها المربع ندرجها مباشرة في جوز الهند و نبدأ ندوزها هذه و ندعها في واحد ثانية و يجب عليها الكوك يجب عليها المطحون فأنا قد رأيكم تعرفين من أن تنضي الحلوة لن تقضي سوف نكملهم كاملين و ندوز من بعد قليل من المربع ندرهم مع ملعقة السكر تقريبا كاس مع معلقة كبيرة السكر نغليهم على النار و ندرهم في الوسط لكي نشفلينا و نضعه ليدين يبقى في حالة الجيلاتين بالنسبة لشيز كاك الأوريو و ندرهم 140 قرم الشوكولات و ندرهم و ندوبه على حمام ماء و نضفع له ربع كاس من الحليب مايو عادي لسبعين ميليلتر و الحليب أيضا يكون سخون و نحرك الحليب مع الخالة الشوكولاتة التي ندوبتها و نحرك حتى نحصل على سلسة و قدرتها معكم في حال من الفيديو هي اللي كنديرها دائما في الأعلى ديال التورتات سوف نسكب الخالة على التورتات التي تكون تماسكت لهاديك الطبقة شوية سوف ننسيحو بهذا الشكل على الوجه كامل و ندخلو للتلاجة و ربما ياخد وقت بزاف تقريبين 5 دقائق كيشد فراسو كنخرجوه كننرشم بشي أداة سكين أو شيئا غرر شموه من الأعلى هذا كتزين يعني اختياري ممكن نديره أي زين كما تفضلوه أنا درت هات تشكل هذا يعني بحال الكروات بحال قطعتم على شكل قطعة درت النصف و كل نصف نديره على نصف و اخديت شوية ديال الشوكولات بدأ نخففتها مع شوية الحليب وهي اللي درت بها هكا بالأعلى هات تشكل هذا في كل قطعة يعني و كتزين إضافي كيبغا اختياري درت هنا شوية ديال الشونسي اللي عندي كانت عندي فتلاجة و درت على أنصف ديال القطع ديال أوريو ولكن هاتي رحكا تبقى اختياري يعني ما دخلش في الوصفة هاتي غير من أجل تزين كل واحد كيزين باللي عنده غدنا نحيد لالإطار و كإضافة درت له في الجناب شوية ديال أوريو اللي هو متحون كيزيدها جمالية و كيعتاها وحد يعني وحد المنظر و أيضا طعم إضافي و منها كندر قدك الجناب كتشوفوا معي الفطائر كجي مقرمشة كجي رائعة بزاف أنا هنا يراها بردات ولكنني كتكون سخونة لكي يكون دك الجبن كيسح في الداخل ديالها كنتمنى فعلا أنكم تجربوها وتردو علي الخبار حلوة ديالنا حتى هي كيف غتشوف معي كجي شيشة كيف كان قطعها كاتمشي معنا في الدينة و كجي الديدة بزاف و حتى الطرطة ديال الأوريو حتى هي كجي الطعم ديالها متميز و يعني و فيها دك الطعم ديال الجبن اقتصادي يوقف متناول جميع و كيف كتلكم ممكن تدروها بالبدير ديال الأوريو فإلى عجبوكم هاد الوصفات ما تبخلوش لي بلايكاتكم كان حبكم بزاف بزاف خليتليكم الراحة إلى الملتقى مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة